اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادي الى العنوين تعقيدات تعيق صيانة الامم المتحدة لسفينة صافر التي يحتجزها التحالف السعودي قبالة سواحل اليمن مع تزايد خطر حدوث تسرب النفطي وزير الصحة اللبناني يؤكد ان التلقيح ضد فيروس كورونا سيكون مجانيا وايران توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك بي الروسي وفي النشرة ايضا اتفاق اردني عراقي على تسهيل المعاملات التجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة وتسريع انشاء مدينة اقتصادية مشتركة اهلا بكم تأمل الامم المتحدة ان يتمكن خبراؤها خلال شهر اذار مرس المقبل من اجراء عملية فحص وصيانة اولية لسفينة صافر النقلة النفطية المحتجزة من قبل قوات التحالف السعودي قبالة مرفأ الحديدة والمعرض لخطر حدوث تسرب النفطي وتأخرت المهمة بسبب مشاكل اجرائية وفق المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دي جاريك الذي قال ان المنظمة تبذل جهدها للالتزام ببدء المهمة مؤكدا الحاجة الى حل بعض المشاكل اللوجستية لتجنب المزيد من التأخير اتهامات جديدة من فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن لحكومة هادي بالفساد وطبيض الاموال يأتي ذلك بعد ايام من مطالبة هذه الحكومة بقرد ملي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد بحسب مقاله وزير المالية فيها احمد عبد الرحمن من صنعاء حكومة هادي في قفص الاتهام مجددا اتهامات ليست الاولى لهذه الحكومة من فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن فساد وتلاعب في سوق العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي بعدا عبر مخالفة قواعد تغيير العملات الدر على تجار مكاسب بلغة 423 مليون دولار يقول التقرير الرابع لفريق الخبراء اثبتت حكومة هادي فشلها في اداء الكثير من المهام والوظائف الحكومية وعلى رأسها المهام والوظائف الاقتصادية هذه الحكومة غير قادرة على ادارة السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية في البلد وغير مؤتمنة على استيعاب اي مساعدات ودعم خارجي اتهامات تأتي بعد ايام من اعلان حكومة هادي عبر وزير ماليتها سالم بن بوريك مطالبة صندوق النقد الدولي بتسهيل الحصول على قروض لدعم اقتصاد البلاد وهو ما عده اكاديميون امعانا من هذه الحكومة في اغراق البلد بالديون والبحث عن مصادر فساد جديدة اذا قدم مثل هذا القرض فهو سيكون مصيره كمصير المساعدات الاقتصادية او المساعدات اللي يقدمها مركز سلمان كما يقولون او كما يقدمها المانحين الاخرين سيكون كله هباء منثورة التقارير السابقة للخبراء الدوليين كانت قد اشارت الى تعرض الثروة الوطنية والمعونة الخارجية بشكل متزايد اما للتحويل او الضياع بسبب الممارسات الفاسدة للمسؤولين اليمنيين وقبل ذلك غياب المساءلة كاشفة عن ثراء غير مشروع لعدد ممن وصفتهم بالمقاولين الانتهازيين الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة التابعة لحكومة هادي الفساد المنظم والتدمير الممنهج بجرم إساءة الأمانة وفي إدارة الدولار المدعوم في البلاد وأكدت القاضية غادعون إحالة الملف إلى قاضي التحقيق كما قرر القضاء للدعاء على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ بتهمة الإهمال الوظفي وعلى الصرافين ميشيل مكتف وعبد الرحمن فايد سندا للمادة سبعمائة وسبعين من نظام العقوبات أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن أهداف خطة التلقيح ضد وباء كورونا هي تحيق مستويات عالية من التلقيح بنسبة 80% من المواطنين لتخفيف تفشي الوباء وقال حسن أن اللقاح الذي سيعتمد هو الأكثر فعالية وأمنا وسيكون مجانيا ومن دون أي رسم مالي حتى في مراكز التلقيح الخاصة هذا وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية إلى أن 30 ألف لقاح ستصل إلى لبنان منتصف الشهر المقبل كدفعة أولى وهي مخصصة للقطاع الطبي والتمرضي ولكل شخص فوق الخامسة والسبعين عاما ووضع آلي للتسجيل واستلام وتوزيع وإدارة عملية التلقيح اثنين مراقبة سلسلة التبريد وكل الإشهة اللوجستية والتقنية اللي بتتعلق بالحفاظ على جودة اللقاح حتى تأمينه للمواطن ثلاثة ضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة بشكل شفاف وعادل ومسؤول ومراقب من لجان مستقلي دولي ومحلي أعلنت إيران موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك فيا الروسي المضاد لفيروس كورونا وفق وزارة الصحة الإيرانية لا تزال عملية دراسة لقاحات أخرى من الهند الصين وروسيا مستمرة وتعمل طهران على تطوير لقاح خاص بها حيث نجحت منذ أيام في الوصول إلى مرحلة الاختبار البشري الثانية ولم تسجل أي مضاعفات سلبية له حتى الآن نبقى في إيران حيث قال الرئيس حسن روحاني إن وردات البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت ثلاثين مليار دولار أما عائدات الصادرات غير النفطية فقد بلغت ثمانية وعشرين مليار دولار وأضف روحاني لدى افتتاحه ألاف المشاريع الزراعية والإروائية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي أن الشعب الإيراني عانى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب الحظر المشدد والحرب الاقتصادية غير المسبوقة ورغم كل ذلك استمرت عجلة الاقتصاد بالنمو قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا انتهكت الاتفاق النووي وأغلقت طرق وصول السلع الغذائية والدواء إلى الإيرانيين وعاقبت الملتزمين بقرار من مجلس الأمن ظريف وفي تغريدة له على تويتر رد على نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مشيرا لأن إيران بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي واكتفت باتخاذ الإجراءات المتفق عليها سلفا متسائلا عن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى بالعودة إلى الاتفاق مستشهدا بما اعتبره الهزيمة القصوى التي مني بها الرئيس دونالد ترامب التقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاوينة نظيره العراقي مصطفى القاظمي في بغداد لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والتعاون في مجال الطاقة والطاقة النظيفة واتفق الطرفان على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية والاتفاق على استثاء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة وتجديد مذكرة التفاهم لاستيراد النفط أصدر مجلس قضاء الجزائر الأحكام في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق حيث أيد المجلس العقوبة بحق رئيسي مجلسي الوزراء أحمد أويحيا وعبد المالك سلال وأصدرت المحكمة قرارا قضى بحبس أحمد أويحيا لمدة 15 عاما وعبد المالك سلال لـ 12 عاما ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبد محجوب لثلاثة أعوام كما أيد المجلس غرامة المليون دينار جزائري وبمصادرة كل العائدات غير المشروعة والأموال المحجوزة في الحسابات المصرفية وجميع العقارات التابعة لهما أعلنت مصر عن مبادرة لتحفيز السياحة الداخلية بعنوان شتي في مصر والتي تعتمد على خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي والفنادق بهدف دعم وتنشيط قطاع السياحة الذي تأثرت مختلف قطاعاته بفعل وباء كورونا خالد أبو عرب من القاهرة منذ انتشار جائحة كورونا يعاني قطاع السياحة في العالم ركودا اقتصاديا الأمر الذي دفع الحكومة المصرية عبر وزارتي السياحة والأثار والطيران إلى إطلاق مبادرة شتي في مصر لإنعاش السياحة الداخلية عن طريق تخفيض أسعار التذاكر في المحافظات السياحية إلى نحو 50% مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية ما نقدرش نقول إن هي هتنقذ القطاع السياحي لابد من تكاتف كل أنواع السياحة سواء بقى السياحة الشاطئية أو السياحة الداخلية أو السياحة المستجلبة بالإضافة إلى السياحة الدينية كل السياحات ولكن هي هيبقى فيه نوع من التشغيل ولكن طبعا ما ننساش إن السياحة الوافدة والمستجلبة هي اللي بتدر الدخل الكبير وتؤدي إلى وجود العملة الصعب خبراء اقتصاديون يرون أن مثل هذه المبادرات تعد مهمة ولسيما في هذا التوقيت لأنها تشكل رافعة لدعم قطاع السياحة الذي يسهم بنحو 15% من النتج القومي فضلا عن توفير وظائف في هذا القطاع فرصة من الدفع والتحريك للماء شان تجري تاني في صناعة السياحة باعتبار أن صناعة السياحة هيكل أساسي في إرادات الدخل للقومي بدءا من أنها بتحتل نسبة كبيرة جدا في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة أنها محفزة للعمالة بتشغل أكبر قدر ممكن من العمالة سواء العمالة الكاجول أو العمالة الدائمة يشار إلى أن مصر أغلقت الفنادق منذ شهر أذار مارس الماضي بسبب وباء كورونا قبل أن تعيد فتحها بنصف طاقاتها الاستيعابية كما بلغت إرادات السياحة في مصر أربعة مليارات دولار عام 2020 لكن خبراء السياحة يؤكدون أن مصر ستبقى وجهة آمنة بالرغم مما تشهده البلاد من أزمات مؤخرا تحرك مستمر من قبل الحكومة المصرية لتنشيط السياحة الداخلية من خلال مبادرات لتحفيز المواطنين لقضاء إجازات الشتاء في مصر تحرك يهدف إلى دعم ذلك القطاع الذي عانى ركودا كبيرا بفعل جائحة كورونا خالد أبو عرب القاهرة الميادين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن على بلاده أن تقود الرد العالمي على أزمة المناخ قبل توقيعه قرارات ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري وقال بايدن كما نحتاج إلى رد وطني لمكافحة وباء كورونا نحتاج بصورة طريقة لرد وطني موحد لأزمة المناخ لأنه بالفعل هناك أزمة مناخ عالمي وستنظم واشنطن قمة حول المناخ لمناسبة يوم الأرض في 22 من نيسان إبريل المقبل وذلك بعدما أصدر بايدن قرارا بإعادة بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء